طلبة الجامعات والمدارس العليا بفرنسا جاءوا إلى مارزوكا في إطار الدورة الخامسة للحاق ستيودانس تشالنج أدفهم في ذلك غرص 1200 شجرة نخيل من صنف المجهول وبفقوسة والتحسيس الساكنة بأهمية الحفاظ على البيئة غرص شجرة هو بالنسبة لي غرص بذرة أمل في قلوب الساكنة التي ستستفيد من ثمار هذه الأشجار بعد خمس سنوات ما إن سمعت بتنظيم اللحاق حتى انخرطت بحماس في هذه الفكرة الهدفة إلى دعم سكان مارزوكا والكل مسرور بالمشاركة في هذه المبادرة أزيد من 120 طالبان يشاركون في هذه البادرة التي أطلق عليها اليوم الأخضر والذي تشارك فيه أيضا جمعيات من مرزوكا وحس البيضة الطلب المشاركون في اللحاق مؤطرين بجمعية التعاون المغرب الفرنسي أزكا يهدفون من خلال اليوم الأخضر إلى تحديث الساكنة والسياح بأهمية الحفاظ على البيئة ومحاربة ذاح في الرمالة عن طريق مكافحة الزحف الرمال هي إذن خطوة تدخل في إطار ما يسمى بالسياحة التضامنية والمسؤولة ومثال يقتدى به في سبيل بيئة نظفة والبرتقال المغربي يبحث عن موطئ قدر